اشتركوا في القناة من خارج جدول الأعمال حضر ملاف حاكم مصر في لبنان رياض سليمة على طاولة مجلس الوزراء ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أبلغ الوزراء أن نواب الحاكم الأربعة في الاجتماع الصباحي معه طلبوا غطاء سياسيا من الحكومة لقراراتهم المستقبلية تؤكد المصادر أنها ليست هدفا إنما ورق الضغط لإيجاد حلول ونوعا من السلاح استعمله النواب لحاث السلطات للجلوس على طاولة واحدة كما أن نواب الحاكم يعتبرون أنه من غير الممكن اتخاذ أي إجراء يزعزع استقرار الوضع الراهن جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس أطيح بها فور الدعوة إليها وزراء التيار قاطعوا ولم يحضر وزراء حزب الله والمردة رفضا لأي تعيين محتمل لحاكم جديد لمصرف لبنان وبدل من قاعة الاجتماعات الحكومية دخل الوزراء السبع الحاضرين إلى مكتب رئيس الحكومة وحصل لقاء تشاوري بدلا من قاعة الاجتماعات الحكومية دخل الوزراء السبع الحاضرين إلى مكتب رئيس الحكومة فاستعيد عن الجلسة الحكومية بلقاء تشاوري عرض فيه مقاطي آخر المستجدات المتعلقة بحاكمية مصرف لبنان قبيل انتهاء ولاية رياض سلامة المفد الفرنسي جان إيب لودريان حضر مجددا إلى بيروت هيدا الأسبوع من دون جديد يسجل على صعيد الاستحقاق وزيارة كانت للدعوة للحوار في أيلول المقبل القرار بحسب بيان الخارجية الفرنسية دعا لودريان الأطراف الفاعلة في عملية انتخاب الرئيس لإجراء لقاء في النصف الأول من أيلول المقبل حول مواصفات الرئيس ذاكرا أن الهدف من لقاء أيلول خلق مناخ من الثقة يتيح للبرلمان الاجتماع في ظل ظروف مؤاتية لانتخاب الرئيس بعد ملاحقة دولية لأحد أخطر تجار المخدرات في العالم والذي يدير تجارته ما بين أمريكا الجنوبية وأفريقيا وأوروبا تمكن الأمن العام اللبناني بتوجيه من اللواء اليس البيسري وبكفاءة عالية لا تقول عن كفاءة الأجهزة الأمنية العالمية تمكن من توقيف أحد أخطر أعمدة المافيا الإيطالية تمكن من توقيف أحد أخطر أعمدة المافيا الإيطالية بارتولو بروزاناتي الذي يبلغ من العمر 46 عاما ويدير شبكة لتهريب المخدرات وغسيل الأموال والمطلوب بموجب بلاغ صادر عن الانتربول عمليات تهريب المزود نشطت مجددا في الأسبوع الأخيرة لكن الجديد هذه المرة من سوريا إلى لبنان فخلال أربعة أيام من الأسبوع بتكون عمليات التهريب ناشطة عبر معابر القاع وحوش السيد علي وعلى طول الحدود الشمالية الشرقية بطول 22 كم وبتمر قوافل الصهاريج محملة بالمزود المهرب عبر طرقات ترابية لتنقل بعدها إلى طرقات معبدة ثم تجتاز نقطة تحربتة حيث يوجد مركز عسكري وصولا إلى البقاع وتنقل أيضا بلا حسيب أو رقيب نحو الضاحية إن 24 صهريجا تمر يوميا عبر الحدود المفتوحة في لبنان يباع هذا المزود الذي هو دون المواصفات بسعر أقل ب35 دولارا عن السعر الرسمي في لبنان ويحقق المهربون أرباحا تصل إلى 300 دولار لكل ألف لتر والأخطر من ذلك خسارة لبنان كميات كبيرة من الدولارات تخرج مباشرة إلى سوريا تكريم فرقة كراكلا من قبل السفيرة الأمريكية بلبنان دوروثي شي شكل حدث مفرح هذا الأسبوع فالسفيرة أدارت جلسة حوار بين إيفان وأليسار كراكلا ومجموعة من أهل الفن والثقافي وأعلميين اللي طرحوا الأسئلة عن تاريخ هذه الفرقة العريق والحافل بالنجاحات العالمية واللبنانية لم يكن تكريم فرقة كراكلا من قبل السفيرة الأمريكية بلبنان دوروثي شي تقليدي فالسفيرة أدارت جلسة الحوار بين إيفان وأليسار كراكلا ومجموعة من أهل الفن والثقافي وإعلميين خلال هالأسبوع تسجل عمليات اغتصاب لأطفال وتوقيف المعتدين وحوادث أخرى ففجر يوم الأربعة فاجعة تصيب منطقة شبتين بعدما أقدم جورج نجم على قتل زوجته إيلان بسلاح حربي مرتكب الجريمة يبلغ من العمر 66 عام ويعاني من مشاكل نفسية تجعله غير واعن على تصرفاته حسب ما ردد الأهالي بالبلدة فور إطلاقه النار نادى الزوج على الجيران قائلا لهم ما بعرف شو عملت طلبوا الصليب الأحمر وعلى الفور تم توقيف القاتل وقبل ما نختم منشير إلى أن حركة المطار سجلت ارتفاع ملحوظ بعدد الوافدين إلى لبنان وبسيأ آخر دخلت وزارة التربية على خطة صحيح الامتحانات الرسمية وبحسب معلومات الامتي في فالأسبوع المقبل يتضح موعد صدور النتائج أيضا الأسبوع المقبل الحدث الأبرز رح يكون مصير حاكمية مصر في لبنان بفقرة ويكلي ريفيو الأسبوعية بتابعوا معنا كل يوم ثابت أهم الأخبار اللي حصلت بدقايق سريعة ومن هلأ لوقت تابعوا نشرات الامتي في تتضلوا على اطلاع